أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو اليوم الجمعة بلاده ستنشئ 12 قاعدة عسكرية جديدة غربي البلاد ردا على تعزيز حلف الشمال الأطلسي الناتو قواته وتوسع المنتظر في فنلاندا والسويد في وقت أكد فيه الرئيس الأوكراني فولدمير زيلنسكي أن القوات الروسية شددت الضغط في منطقة الدنباس وحولتها إلى جعيم قال شويغو أمام مسؤولي وزارته والجيش بحول نهاية العام الجاري سننشئ 12 قاعدة عسكرية وسيتم نشر وحدات في المنطقة العسكرية في الغرب مشيرا إلى تزايد التهديدات العسكرية على الحدود الروسية وأضاف المسؤول الروسي أن التهديدات العسكرية عند الحدود الغربية لبلاده تتزايد بسبب تصرفات واشنطن وحلف الناتو وصرح سيرجي شويغو بأن السيطرة الكاملة على منطقة اللوغانسك الأقرانية باتت شبه منجزة وأن ألفا وتسعمائة وثمانية جنود أوكرانيين متحصين في مصنع أزوفستان للسولب في مريوبل قد استسلموا وقال وزير وفق ما نقلت عنه وكالات لنبار روسية إن وحدات القوات المسلحة الروسية مع فرق الميليشيا الشعبية في جمهوريات لوغانسك ودنياسك تواصل ببسط السيطرة على أراضي الدنباس لتحرير جمهوريات لوغانسك الشعبية الذي بات شبه منجز على رأيه على رأيه الجوار شكرا